ولذلك نحن عندنا طريقين عندنا طريق أنه القائد يصنع الجمهور وهذا ما حدث فعلا بعد 2003 عدد التجربة العقائدي الأولى لأيام الانتخابات 2015 كان لا الجمهور خرج بانتخاب قوائم مغلقة وبالتالي هو من صنعهم بعد أن صنعوا وتمكنوا بقلة المشاركة بدأوا هم بصناعة عقول جمعية وبالتالي إذن هذا الطريق الأول أن تقوم بصناعة عقل جمعي يؤمن بك كقائد أو يسميك كقائد وهذا ما هو معمول به الآن في العملية السياسية العراقية الطريقة الثانية مو أن الجمهور يصنع قائد أن الجمهور يخلق جو عام يجعل من أدوات القائد صفرية ويبحث عن أدوات جديدة وأنتم من سجمتم مع رغبة الجمهور نعم نحن قرأنا الجمهور قرأنا بشكل علمي ما سبب انحسار شعبية الأحزاب التقليدية وماذا يريد الجمهور المنحسر وماذا يريد الجمهور العازف من بديل وما هي مواصفات البديل وعلى أساس هذه المواصفات نقوم بصناعة عقل جمعي لنا كقادة لهذا العقل الجمعي